اكدت صاحبة السمو الملكية الأمير سبيك بن ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المدس الأعلى للمرأة حفظها الله أن الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه هي خير ضامن للحفاظ على تعزيز مكتسبات المرأة البحرنية ووصولها لهذه المرتبة الرفيعة في مسيرة البناء والتحديث الوطني منوهة سموها في هذا السياق بما تتمتع به المرأة البحرنية من مساهمات فاعلة تتسق مع عراقة نهضتنا الوطنية لنشهد اليوم مستويات غير مسبوقة لمساهمات المرأة البحرنية وإنجازاتها في ميادين العمل كافة جاء ذلك خلال استقبال سموها حفظه الله في مقر المجلس وبحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لعضاء مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحرني الجديد برئاسة السيدة بدري المرزوق حيث أكدت سموها أن المجلس الأعلى للمرأة ومن خلال لقاءاته التشاورية الدورية مع الاتحاد في إطار مذكرة التفاهم المشتركة التي تنص على التنسيق بين الطرفين في مجالات نهوض المرأة البحرنية ودعم مشاركتها في عملية التنمية يحرص على الاستماع والاستفادة من مرئيات الاتحاد النسائي ومقترحاته عبر برامج العمل المشتركة على المضي قدما لتحقيق المزيد من المقتسبات للمرأة البحرنية وأشارت صاحبة السمو الملكي خلال الاجتماع مع الاتحاد النسائي إلى موضوع يوم المرأة البحرنية لهذا العام الذي سيقام احتفاله الرسمي تحت رعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله الاحتفاء بمشاركة المرأة البحرنية في المجال التشريعي والعمل البلدي وذلك لإبراز الصورة المشرقة لمساهمات وإنجازات المرأة في المجال التشريعي والبلدي الذي يأتي متزامنا مع الانتخابات النيابية والبلدية القادمة وفي هذا السياق أعربت صاحبة السمو الملكي عن تقديرها لجهود الاتحاد النسائي منذ تأسيسه وعن تطلعها لرؤية المزيد من المبادرات النوعية لإثراء مسارات العمل النسائي في الفترة القادمة مع ضرورة التركيز على متابعة أثر تطبيق العديد من المقتسبات التشريعية والحقوقية والمؤسسية ويأتي في مقدمتها في هذه المرحلة تركيز البرامج على أهمية ممارسة الحقوق السياسية تعظيم مشاركة المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار ومن جانبهم أشهد مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني برآسة السيدة بدري المرزوق بالجهود والمساعي الحثيثة والنوعية التي يبدلها المجلس الأعلى للمرأة وبرآسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة وما يسهم ذلك في تحقيق نتائج ملموسة يتضح أثرها الإيجابي في استكمال مملكة البحرين للعديد من الحقوق وإصدار الكثير من تشريعات والسياسات التي تعزز من حضور ومساهمات المرأة في مختلف المجالات كما نوها أعضاء الاتحاد خلال هذا اللقاء بحرص صاحبة السمو الملكي على التنسيق والتشاور الدائم مع الاتحاد النسائي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في القضايا المهمة ذات الصلة بالمرأة اشتركوا في القضايا